علاج الجنف مجهول السبب عند المراهقين يعرف الجنف بأنه ميلان غير طبيعي للعمود الفقري على المستوى الإكليلي يصاحبه درجة متغيرة من الدوران لقد تحدست في فيديو سابق بعنوان جنف العمود الفقري عن الجنف مجهول السبب عند المراهقين أسبابه أعراضه تشخيصه وكيفية تحديد شدته عن طريق قياس زاويد كوب على الأشعة البسيطة إذا توقف الطفل عن نمو ولم ينحني العمود الفقري كثيرا فعادة لا تكون هناك حاجة للعلاج أما إذا كان الطفل في طور النمو فأن زاويد كوب تحدد نوعية العلاج تشمل الخيارات الرئيسية لعلاج الجنف مجهول السبب بالمراقبة والاستخدام الجبائر والجراحة كالتالي زاويد كوب عشر درجات أو أقل لا حاجة إلى متابعة خاصة فقط الفحص الروتيني للطفل مثل هذا الميلان البسيط شائع وليس له أهمية سريرية نوصي بالمراقبة للمرضى الذين لديهم زاويد كوب أقل من 25 درجة تتم متابعة المرضى كل 6 إلى 9 أشهر حتى بلوغ الهيكل العظمي نقدر احتمارين لتقويت الظهر على الرغم من محدودية الإدلة على فعالية العلاج بالتمرين الخاصة بالجنف إلا أنه من غير المحتمل أن يكون ضارا إذا تم الحصول على صور شوعية بالمتابعة وزارت زاويد كوب بمقدار 5 درجات أو أصبح الميلان أكثر من 25 درجة فيستطب باستخدام جبائر التقويم استخدام الجبائر فعال فقط في التشوه المرن لدى المريض غير الناضج هيكليا لا تصحح الجبائر التشوه الموجود وقت التشخيص لكنها تقلل من خطر تفاقم الانحناء إلى أكثر من 45 درجة عند النضج الهيكلي وهو الحد المعتاد للجراحة ترتبط فعالية الجبائر ارتباطا مباشرا بعدد الساعات التي يتم فيها ارتداء الجبيرة يوميا نطلب من المريض ارتداء الجبيرة 18 ساعة في اليوم في الحقيقة 13 ساعة قد تكون كافية يمكن التعامل مع مظم حالات الجنف في استخدام جبيرة تقويم صدرية قطنية عجزية تحت الأبط المعروفة أيضا باسم جبيرة باستن من السهل نسبيا اخفاء الجبيرة تحت الملابس ومقبولة بشكل جيد عند معظم المرضى تجمل الانواع الأخرى من الجبائر جبيرة شارلستون وجبيرة بروفيدنس والتي تم تصميمها الارتداء في الليل فقط وجبيرة ملواكي يمكن ممارس العديد من الرياضات أثناء ارتداء الجبيرة ويمكن ازالتها في الرياضات التي لا يمكن ممارستها أثناء ارتدائها كالسباحة والجنباز يجب رؤية المرضى بعد فترة وجيزة من التركيب لأول مرة لإجراء التصوير الشوعي مع الجبيرة للتأكد أن الجبيرة مناسبة بشكل جيد ستعمل الجبيرة الملائمة على تحسين زاوية كوب أثناء ارتدائها نراقب المرضى سريرياً وشوعياً كل خمسة إلى ستة أشهر حتى نتجل هيكل العظمي يجب تقييم ملائمة الجبيرة وإجراء تصوير شوعي مع وبدون الجبيرة لتقييم تطور التشوه يجب أن يعرف الأهل أن التصحيح ضمن الجبيرة هو تصحيح مؤقت فقط أثناء ارتدائها وسيعود الميلان وزاوية كوب إلى وضعه السابق قبل تطبيق الجبيرة على افتراض أنه لم تتفاقم الحالة مع صور شعرية لاحقة خارج الجبيرة يحول المريض إلى الجراحة إذا تفاقم الميلان إلى أكثر من 45 درجة على الرغم من التجبير المناسب أو إذا تفاقم الميلان بسرعة أكثر من 10 درجات في سنة واحدة الهدف الأساسي من العلاج الجراحي هو من التفاقم الجنف وتشمل الأهداف السنوية تصحيح الميلان وتحسين نوعية الحياة تتضمن إجراءات تصحيح الجنف تقنيات تعديل النمو تشمل هذه التقنيات ربط أجسام الفقرات أو استخدام أجهزة تبايد من جانب واحد هذه التقنيات تحافظ على الحركة ولا تمنع إساق العمود الفقري في حال فشلها تهدف أجهزة ربط أجسام الفقرات إلى تصحيح الجنف تدريجيا عن طريق ابطاء النمو على الجانب المحدد من الانحناء يبدو أن ربط الفقرات آمن على رغم من أن فرط التصحيح يمثل مصدر قلق في هذه الطريقة استخدام غرسة قابلة للتوسيع وحادية الجانب يتم زرع هذا الجهاز على الجانب المقاعر من الانحناء ويصحح التشوه من خلال تطوير القضيب القابل للحركة الموجود في الجهاز الجراحة الأكثر شيوعا من الجنف المراهقين مجهول السبب تتضمن إساق العمود الفقري الخلفي يتم تقويم العمود الفقري بقطبان صلبة يليها الإساق الفقري وتطعيم عظمي مما يخلق التحاما قويا بين فقراتين أو أكثر تضمن قطبان المعدنية المتصلة بالعمود الفقري بقاء العمود الفقري مستقيما حتى تمام الاندمال والالتحام الفقري يجب دائما الموازنة بين فوائد الجراحة ومخاطرها بعناية على رغم من أن نسبة كبيرة من مرضى الجنف يستفيدون من الجراحة إلا أنه لا يجد ضمان بأن الجراحة ستوقف تطور الانحناء والأعراض لدى جميع المرضى يجب مراقبة الوظيفة العصبية لمدة 48 ساعة بعد الجراحة لأنه قد تحدث إصابة عصبية متأخرة يتم تخريج معظم المرضى من المستشفى في غضون أسبوع من الجراحة ولا يحتاجون إلى جبيرة بعد الجراحة يستطيع معظم المرضى العودة إلى المدرسة أو العمل في غضون أسبوعين إلى أربع أسابيع بعد الجراحة ويمكنهم استئناف جميع الأنشطة في غضون أربعة إلى ستة أشهر بمجرد أن يلتحم العمود الفقري يسمح بجميع الألعاب الرياضية مع السسناء محتمل للرياضات التي تتطلب لاحتكاك الجسدي ككورة القدم مثلا عادة لا يتم إزالة الغرسات المعدنية المستخدمة في تصحيح الجناف ويمكن إجراء التصوير برنين المغناطيسي بإمان بوجودها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر